خطة سعودية اماراتية للسيطرة على سواحل اليمنية والبدء بتنفيذ مرحلة تقسيم اليمن الى اقلمين تفاصيل خطيرة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كشفت مصادر خاصة عن ترتبات تقوم بها قيادة التحالف لتدوير الساحل الغربي من المخى الى باب المندب وجعله منطقة معزولة تحت حماية قوات دولية بقيادة اماراتها عبر التشكيلات المحلية التابعة لها وتحديدا تلك التابعة للعميد طارق صالح واشرت المصادر الان تلك الترتيبات تاتي عقب زيارة الاخيرة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي برفقة نائبه العميد طارق صالح الى المملكة الاردنية وبيّنت المصادر ان الحرك السياسي لرئيس العليمي وزياراته الخارجية لعدد من الدول العربية وزيارة التي قام بها الى جمهورية المانيا بتزامن مع زيارة سيارة لرئيس الوزراء الاسرائيلي وما تدورته وسائل علامة عن لقاء ومباحثات مباشرة ورسمية عقدت بين الجانبين تصدرها امن البحر الاحمر وتأمين الملاحات الدولية عبر مضيق باب المندب تؤكد ما تحدثت عنه وسائل الاعلام حول تدويل الساحل الغربي لليمن وجعله منطقة معزولة تحت حماية دولية يأتي ذلك تزامنا مع تحركات قوات درع الوطن العمريقة حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح بتجاه رأس العارف لحج ما يؤكد مسعي تلك القوات الى عزباب المندب عن الجنوب وسلطات وقوات الانتقالي والمتزامنة مع الحراك اللافت لسفر الامريكي في حضر موت وشبا وعدن ولقاءاته مع وزراء الدفاع والداخلية والمالية وقالت المصادر ان هناك مساعا حثيثة للعميد طارق صالح وجنح الرئيس الاسباق الهدف منها كسب ثقة تحارف المجتمع الدولي مهما كان ثمان وفي سبيل الحصول على دعم كامل يمكن نظام صالح الرئيس السابق الى حكم اليمن او مرحليا حكم شمال اليمن مقابل حكم الانتقالي جنوب البلاد في اطار دولة اتحادية من اقلمين